السلام عليكم إن لله وإن إليه رجعون وفاة المهندس عاد الشعبان ومن هو المهندس عاد الشعبان الذي وفته المنية قبل البدء أتمنى لا تنسوا الدعاء للفقيد ولوالدي برحمة والمغفرة وللمؤمنين والمؤمنات إليكم التفاصيل حالة من الحزن سيطرت على مواقع تواصل الاجتماع اليوم بعد الإعلان عن وفاة المهندس عاد الشعبان بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان والشلل الدماغي نعته ابنة خالتي على مواقع تواصل الاجتماع معلقة قائلة بسم الله الرحمن الرحيم يا آياتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم إن لله وإن إليه رجعون كنت من الصابرين يا حبيبي ربنا يرحمك ويسبدك عند السؤال اللهم واسع له كبر وارزقه الفردوس الأعلى من دون حساب ولا سابقة عذاب اللهم آمن تدول أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور كرديم له يتمنى فيه أن يدعو له الناس بعد وفاته قائلا نفسي بعد نهاية رحلتي في الدنيا آلائي ليفتكرني بالخير ويدعي لي برحمة ولما سيفتتيجي في مكان الناس تذكر المحاسن اللي عملتها ربنا يحسن خاتمتنا جميعا ويحن القلوب الناس علينا ومن سناش من دعائهم بعد وفاتنا البقاء والدوام لله ظهر المهندس عادل شعبان في برنامج مصر تستطيع مع الإعلامي أحمد فاي اللي يحكي على حظات الألم في حياته خاصة بعد وفات زوجته ليدخل في نوبة من البقاء معلنا قائلا كانت مفجأة أنا رأيي أن الموت بيحصل لأي حد بس الفردان صعب والألم كبير أن الواحد فجأة يصحى من حلم جميل على شيء مؤلم من هو المهندس عادل شعبان هو من موليد القاهرة عام 1984 تخرج من كلية الهندسة عام 2007 وعمل في العديد من الشركات وكان أغير شركة أمازون وهي شركة عالمية اشتغل فيها عادل شعبان إن لله وإن إليه رجعون دعينا لفقيد ولموتانا برحمة والمغفرة تابعونا